أهلاً ومرحباً بكم وتابعنا الكرام في هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن أمطار فيضانية تغرق مدينة مراكوش لكن قبل الخوض في التفاصيل تسأل أجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليسلكم كل جديد أخبار المغرب وفي التفاصيل شهدت مدينة مراكوش ليلة الأحدى الاثنين 13-14 أكتوار 2024 أمطار عاصفية قوية تسببت في شريان واد إيسيل بعد سنوات من الركود هذه الأمطار التي طال انتظارها أدخلت الفرح إلى قلوب سكان المدينة الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة بها آملين أن تكون بداية لعام خير وبركة بعد فترة طويلة من الجفاف الذي أثر على البلاد بشكل عام كذلك هذه الأمطار الغزيرة التي عرفتها مدينة مراكوش لم تقتصر على إغاثة الأرض والعشب فقط بل أثرت أيضا مخاوه بشأن تأثيراتها على البنية التحتية حيث تسببت في بعض الفيضانات المحلية وانقطع المؤقت لحركة المرور في بعض الشوارع وهكذا فقد شهدت قنطرة تاركة بمدينة مراكوش مساء الأحد 13 أكتوبر 2024 حدثا تمثل في غرق أربع سيارات بسبب الأمطار الغزيرة التي عرت بحسب شودي عيان ما وصفوا بها ششة البنية التحتية في المنطقة الأمطار الأخيرة التي تسقطت بغزيرة أدت إلى انسيداد المجال المائي ما أدى إلى تركم المياه وغرق مركبات أسفل القنطرة إلا أن الواقعة لم تسفر عن أي خسائر في الأرواح وحسب المعطاية المتوفرة فإن السبب الرئيسي لاختناق المجال المائي في منطقة تاركة يعود إلى مخلفة الأتريب نتيجة عن أشغال توسعة الطريقة الجالي تنفيذها في المنطقة هذه المخلفات حسب مصادرنا منع تصرف مياه الأمطار بشكل طبيعي مما تسبب في تجمع كمية كبيرة من الياه بشكل مفاجئ أسفل القنطرة وقد استنفر الحادث سلطة المدينة بمختلف تلاوينها حيث تمت تابعة فروق إنقاذ لانتشار المركبات وحماية ركابها